احنا بدأنا سلسلتنا في التعامل مع كيف نبني الإنسان وقلنا أن ركيز بناء الإنسان هي القيم عشان القيم دي هي المركز بتاعة الأخلاق لأننا قلنا أن الأخلاق بتتكون من قيم وسلوك يمروا عن طريق النية فعشان كده ابتدينا نتكلم عن القيم وقلنا أن احنا عندنا تلت قيم عليا أخدناها من حديث كبريل لما ساء الرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان فكانت التلت قيم هي الرحمة والخير والجمال ولما عرضنا القيم دي على الحالة العالمية والحالة الإنسانية العامة لأن احنا مأمورين أن احنا نعمل كده عشان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كنتم خير أمة أخرجت للناس فكل ده بيخلينا نفكر في العالمية ونفكر فينا إحنا إزاي نرب أولادنا وإزاي إحنا كمان نطور من نفسنا ونعيش حياة قيمية اللي تحدث عنها مولانا سبحانه وتعالى لما قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيانه حياة طيبة فلنحيانه حياة طيبة دي لما تكون مع أبي الطيب صلى الله عليه وسلم لما تكون مع الله الطيب الذي لا يقبله إلا طيبة طيب الحياة إزاي تبقى طيبة؟ أول شيء بحسن الأخلاق وبالقيام واتكلمنا عن إزاي الواحد يبقى رحيم قلنا لما يكون عنده أربع قيم ولقينا أن القيم دي أحد أفراد القيم الموجودة الفعالة في حياة الناس كلها فلقينا أن الإنسان عشان يبقى رحيم لازم يكون بسيط ولازم يكون متسامح ولازم يكون محب ولازم يكون متواضع وتكلمنا عن البساطة وتكلمنا عن السماحة والتسامح وابتدينا في الحلقة اللي فاتت بتاعة يوم الاثنين اتكلمنا عن الحب بس في الحقيقة الحب ركيزة أساسية في حياة الناس حتى في حياتهم مع الله قلوا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببكم والله فحسينا أننا لازم نتكلم كمان عن الحب أنا بكلمكم أنا عن نفسي حسيت أننا مش بيحتش تكلم عن الحب وأقول لكم ليه لما تسأل أي حد أنت موجوع ليه هتلاقي موجوع عشان هو عايز يحب ويتحب فلما ما يقدرش يحب أو ما يحصلش على الحب تحس أنه هو منزعج وعشان كده احنا عندنا مشاكل كتيرة جدا جدا بنتعرض لها وإحنا بنتعامل مع الحب المشاكل دي بتخلينا نقول إن احنا لازم نكون راقين عندنا قيمة الحب الراقية دي اللي احنا لازم ودايما بقول للناس أنت لازم كل تصرف تغمسه في الحب فقال لي مع الناس اللي تغيرت حالهم وبقى بهذه الشراسة وهذا التوحش عايزنا أحب المؤذيين أزمة ضيلمة لازم نحلها لازم أبقى راقي لازم أبقى محب وفي نفس وقت أبقى متوازن بحيث محدش يستهلكني إزاي نعمل ده؟ أول حاجة لازم نفهم إن احنا نحب الحياة نحب نعمة ربنا وقبل كده في كلام كتير في برنامجنا فرقنا ما بين حب الدنيا وحب الحياة وعشان نحب الحياة اللي هي النعمة ربنا سبحانه وتعالى لازم نحب ست حاجات تعالوا بقى نعمل الدرس بتاعنا ومعايشة بتاعتنا اللي عنعيش فيها مع وقعنا ونفهم إزاي نحب الحياة إزاي نبقى عايشين في حب الحياة وإزاي نعيش ده إحنا وأولادنا إحنا بلاش نتعلم إن إحنا أسدت أولادنا إحنا بنعيش مع أولادنا تعالوا نعيش أولادنا ونعيش معهم إزاي نحب أول حاجة لازم نحب نفسنا إيه ده إيه ده نحب نفسنا إيه نحب نفسنا إزاي إيه بمعنى إيه نحب نفسنا بمعنى نحب نعمة ربنا اللي أودعها فينا نحب نفسنا بمعنى نحب نعمة ربنا اللي أودعنا فيها أودع فينا صحة أودع فينا عقل أودع فينا قيم وأخلاق أودع فينا كمان كرامة ولقد كرمنا بني آدم أودع فينا أمور كتيرة نعم كتيرة فينا فأنا لما أحبني أحب نعم الله فيها يبقى أنا مش بحب نفسي بمعنى إن أنا بحب نفسي فأتحول إلى إنسان مغرور أو إنسان أناني مش هو ده الحب اللي احنا بنتكلم فيه عن حب نفس وبنتكلم عن حب النفس إن فيه حاجات مش أحبها فيها والأفكار اللي بتروج إن أنت أحب نفسك زي ما أنت كده فأحبها بخيرها وشراها أحبها حتى في الأشياء الملوثة اللي فيها مش هو ده الحب اللي احنا بنتكلم عليه إن ساعتها يبقى الحب ده استجابة لهوى النفس لكن فكرة تقبل نفسك مش إنك ترضى بيها بمساويها وإنما ترفض اللي فيها من المساوي والسوء والبعد عن الله فتحب نفسك فساعتها تحب إيه؟ ونفخت فيه من روحي تحب فيه نفسك مدد الله تحب فيه نفسك نعمة ربنا وأكيد الشر اللي في بعض النفوس مش نعمة تتحب فتتعلم تستثمر النعم اللي فيك يبقى أنت إذا كنت بتحب نفسك استثمر نعمة الله التي فيك احنا بنعمل إيه؟ بنقول لابننا كده فبنخليه يحس إن لو حد تنمر عليه لا أنا أنا محل نعم الله وما زال ربنا بينظر إليه إن الله لا ينظر إلى سوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وعمالكم يبقى رب أنا محل نظر الله فأنا فيه نعم من الله سبحانه وتعالى وأعظم نعمة ممكن أعلمها لابني وأعلموا أن فيكم رسول الله فيها من أخلاقه وفيها من جماله وفيها من نوره فأنا أحب نفسي معنى أحب نفسي أحب النعمة اللي أدخلها الله وأنزلها في نفسي وما زال ينعم علي لأنه ما زال ينظر إليه بأول حاجة أنا أحب نفسي يعني أحب نعمة ربنا اللي فيه لأن أنا في نفس الوقت مش أحب المساوئ التي أتتني بيها نفسي الأمارة بالسوء بس ده كلام مختلف عن كلام الناس اللي قاعدين يقول خليك واثق من نفسك وحب نفسك زي ما هي فلما يجي له حد يقول له على فكرة أنت عصبي يقول له آه أنا عصبي ومتقبل نفسي لا أنا عصبي وأغير نفسي لأن دي مش نعمة أنا دايما لازم أكون ممنعش نعمة من نعمة ربنا اللي يتظهر فيه تاني بداعه الحاجة أنا أحب نفسي أنا أحب نعمة ربنا اللي فيه ولازم أكتشفها ولازم أستثمرها أهو يبقى حب لنعمة الله اللي فيه أكتشفها وأستثمرها تاني حاجة لازم أحب أسلتي وبئتي اللي أنا جاي منها وشوف كده الله سبحانه وتعالى يقول وإن جهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعمه وعمل إيه وصاحبهما في الدنيا معروفة علشان تفضل منتمي لبئتك وتفضل بتحبها حتى لو أزاك والدك حتى لو أزاكي والدتك هتكره المعصية هتكره الأزية لكن مش هتكرهوه الإنسان اللي أعمل كده يفضل متوازن أنا والله مش هكره أسوت بابا عليه مش هكره الشدة عليه وأهم حاجة لازم نعلمها لأولادنا إنهم يتعودوا إنهم يكرهوا أو ما يحبوش أو ما يوفقوش درجات الفعل بس يحبه يفضلوا يحبوا الفاعل ساعتها يفضل إنسان منتمل الدوائل اللي حواليه وساعتها يقدر يلتمس الأعذار للناس وصاحبها وصاحبهما في الدنيا معروفة عشان أفضل أنا في الانتماء ده يبقى دي تاني حاجة أحب أسرتي وأحب بيتي تالت حاجة أحب عملي والمقصود بعملي هنا المهمة اللي ربنا أوكني بيها ما أقامني الله فيه زي الطالب يحب إيه يحب إنه بيدرس فيه ناس بتتأزى من كره عملها وطول الوقت بتعمل إيه تفضل تروج إن العمل سيء والأهل أحيانا إحنا إحنا بنعلم أولادنا بنعلم أولادنا إنه هو يكره ما أقامه الله فيه شايف أبو داخل نازل الشغل يا نهرب يدعنزل المكان السيء ده وكل الناس اللي فيه والبلوتك أوفيس والحاجات الشريرة اللي بيحصل في الشغل وراجع من الشغل وأنا متبهدل يبقى هم بيعلموا أولادهم إنه هم يكرهوا التعليم ويكرهوا إنه هم يقوموا بأي وظيفة الولد بعد كده يبقى اعتمادي ما يبقاش فيه رجولة لأن الله يحبه إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه فالولد ما يبقاش من المتقنين فيبقى الولد اعتمادي ومعندوش أي هوية فينسى إن العمل جزء من هويتنا وعشان كده لازم نحب العمل الحاجة الرابعة اللي لازم نحبها كمان لازم نحب العلاقات لازم نحب الصداقة ونحب الجواز ونحب الزمالة ونحب العلاقات معناه إن أفضل مش معناه إن أنا أفضل العطشان للعلاقة فلما أدخل في العلاقة حد يبتزني لأننا إنسان شغوب في العلاقة ولكن أخلي العلاقة دايماً مربوطة بحبل من الله فأخلي العلاقة مربوطة بقيمة وساعتها هتبقى العلاقة دي حفظت لي على القيمة دي أهلاً وسهلاً بيها ما حفظت ليش هيفضل من أدمين مكرمين لكن مش هقدر أستمر في العلاقة إذا كانت القيمة بالضيع ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم المرء على ديني خليلي يعني المرء على قيمي فلينظر أحدكم من يخالي يبقى لازم العلاقات تكون مرتبطة بالقيم بلاش العلاقات اللي ملهاش هدف وملهاش معنى وملهاش قيمة خمس حاجة لازم أحبها لازم أحب المستقبل لأن المستقبل ده الذي المستقبل سمي مستقبلاً لأن الله في قبلتي لأن الله أمامي مش لسه سمعين حديث رسول الله عليه وسلم تجده تجاهك أمامي فتحس إن ربنا أمامك فالمستقبل فيه الله ومعنى أن فيه الله يعني إيه فيه الكرم والجود والسعة فالمستقبل جاي من السعة آخر حاجة لازم أحبها ورقم ستة إن أنا أحب السعادة أحب الفرح أحب التفاؤل ولازم معنى إن أنا أحب السعادة إن أنا أحس إن هي حقيقة ستة حاجات لازم أحبهم يخرجوني كده بست معاني عندنا لازم يكونوا عندي دايماً في حياتي يبقى لازم أحب إيه لما أحب نفسي يبقى لازم أحب النعمة آه أدي أول حاجة يبقى حب النعمة ربي أولادنا على حب النعمة إحنا في كتير من أحيانين ما بنربيش أولادنا على حب النعمة خالص علموا أولادكم إن انتوا فيكم حاجات جميلة والحاجات الجميلة اللي فيكم دي نعمة يحبوها وإحنا كمان نحبها وحب الأسرة لازم نعلمهم يعني حب الأسرة يعني معناها حب الانتماء لازم أكون منتمن فأحب الانتماء إلى أسرتي إلى قريتي إلى بلدي إلى الإنسانية أحب الانتماء وخاصة حب الانتماء للوطن بعد كده رقم ثلاثة أحب العمل أحب الدور والوظيفة ما ينفعش أعيش من غير دور ووظيفة ما بقاش أنا أبقى أنا بلا هوية ولذلك قيمة المرء بيحسنه بوظيفته كمان أحب العلاقات يعني أحب القيم أنا بحب العلاقات عشان فيها قيم فيها الصدق في الصداقة فيها المودة والرحمة في الزواج في مع الزملاء الإنجاز والنجاح أحب القيم رقم خمسة أحب المستقبل يعني إيه أحب المستقبل أحب مدد ربنا أحب المدد رقم خمسة حب المستقبل يعني أحب المدد لسه مدد ربنا معاه ورقم ستة حب السعادة أخليه حب الحقيقة ويعرف أن السعادة حقيقة مش فكرة السعادة مش خيال السعادة حقيقة بنعيشها لما نعيش مع الله سبحانه وتعالى بالست حاجات دول احنا ممكن نعيش الحب حياة يا سادة يا سادة الحب مش حالة الحب حياة والدليل على أن الحب حياة أن ربنا ارتضى أن الحب يكون إيمان وارتضى أن الحب يكون الوسيلة اللي بيننا وبين ربنا كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يعني أعيشوا يحببكم الله الحب يا سادة هو الحياة وبالستة دولة بحب النعمة وبحب بعد النعمة الانتماء وبحب الدور والوظيفة وبحب كمان القيم وبحب المدد وبحب الحقيقة ممكن نعيش فهنا وسعادة وأهم حاجة عن نعيش مع حضرة النبي وفي ساحة مولانا سبحانه وتعالى الواسع الكريم الودود الجميل يا ربك خلينا دايما في ساحتك وانظر إلينا بنظرة حب وجعلنا أهلا لهذا الحب يا كريم يا جواد يا من علمتنا أن الحب حياة